السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملنا. اه ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ محاضرة جديدة مع بعض. اه ان شاء الله بإذن الله النهاردة هتكون اخر محاضرة مع بعض في اه منحن اللي احنا اخدناها. اه نبدأ كده بحاجات بسيطة يعني حاجات ان شاء الله ما يكونش فيها صعوبة على الناس. اه زي ما تكلمنا وقلنا هنكمل المحاضرة دي. اخدنا المحاضرة يوم جمعة اللي فاتت. هناخد النهاردة جزء اللي هو حاجة اسمها اللي هو ورقة الاستقالة. طبعا ورقة الاستقالة بتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني اول حاجة الشخص اللي انا بوجه لي الاستقالة اللي هو دير كزا. يعني دير مثلا بتاعه. اقول له مثلا السبب يعني انا هبعث لك الخطاب دي عشان خطر انا هغادر الشركة. يعني بكرا يكون اخر يوم ليا. فاتمنى لهم التوفيق. لو حابب تضيف. لو حابب تضيف اسباب الاستقالة دي فمش حابب ممكن تسيبها بالشكل دي. الاستقالة مش لازم تكتب لي لستة طويلة عريضة. بكل حاجة حصلت. لا اكتب الكلمتين دول الكلمتين دول كافيين بالاستقالة. يعني ان انا مسلا اه الخطاب دي هبعثوا عشان خاطر ان هغادر الشركة غدا. وبكرا هكون اخر يوم ليا. فبتمنى لكم باشكركم على الفرص اللي بدي تهاني وبشكركم على كل شيء وبس كده مش رازم تكتب اي حاجة تاني. تجي في الاخر توقع باسمك وروح تبعث الاستقالة بتاعتك. فجيب كل وساطة ورقة الاستقالة وزاك تتعمل. بس يفضل. اه لو هتبعث ورقة استقالة يفضل يفضل بس مش ضروري. يفضل ان تكتب الاسباب اللي تستقل علشان. تمام? آآ زي مسلا كمثال آآ والله مسلا حصلت مشكلة معاك ان انت مجددا تكمل انت جات لك وزيفة احسن فلازم تكون يعني مبدئ الاسباب بتاعتك. ولازم تكون اسباب واضحة. واسباب مقنعة للاستقالة. واغلب الشركات بتعمل بتخليك مسلا آآ لازم تبلغ ان انت هتستقلها هتبلغ انت سيب الشغل قبلها مسلا بشهر. آآ لان انت بعد ما تبلغ بالاستقالة هتقعد في الشركة عشر تيام غير مدفوعين الاجر. عشر تيام بيحس ان يجي حد مكانك وتدرب وكلام ده في شركات بتعمل كده وشركات ما بتعملش. تمام? آآ فده بالنسبة لموضوع الاستقالة. آآ الحاجة التانية برضو دايما تحاول اي خطابات رسمية بتحاول تبعاتها يفضل يفضل. متعملش لها مسلا اطارات خارجية. حتى لو عملت حاجات تعمل حاجات بسيطة بالشكل ده. بتوقع الخطابات الرسمية بيكون لون خطوط كلها خطوط رسمية زي اللون الاسود. يعني تخلي العنوان مسلا باللون الاسود الغامج تخلي اللي موجود داخل الرسالة باللون الاسود. آآ مش الغامج يخليه الاسود اللي هو الفاتح. بس اعمل باقي كله. يكون باللون الاسود. ده اللي هو الرسائل او الوسائل الرسمية. يعني الحياة الرسمية اللي انت تبعاتها لابد ان هي تكون باللون الاسود. آآ عايز تعمل اطار اعمل بس لو عملت اطار ما تعملش اطار كده حاجة يعني زي كده مثلا. لأ. اعمل اطار بسيط آآ زي الحد دي يكون حاجة بسيطة. وابعت الاستقالة. ابعت الرسالة. لكن لو انت مش حاجة تحط اطار ما تحطش اطار. آآ عايز تحط علامة مائية خاصة بالشركة. حط مش عايز ما تحطش. لازم برضو بليك صيغة معحدة لخطاب التحذير. لما تجي تبع التحذير مثلا لموظف معين عشان خطر غياب. اول حاجة برضو دير. والشخص اللي موجه للخطاب. الشخص اللي موجه للخطاب. وهروح انزل من تحت اشرح له الاسباب اللي انا بعت لها خطاب التحذير دي. وكمان. احاول انصحه. يعني في خطاب التحذير. انصحه. اقول له والله انت لو عملت كزا. ممكن يعني آآ تاخد مكافأة. ممكن آآ تتعلق الشركة. ممكن ده يحسن من ادائك. ممكن ده يحسن من ادائك. فدايما ما تحطش آآ تذكيرك كله ان انت تطلع السلب اللي موجود في الموظفي. لا. ادد له مناطة ايجابية. حتى لو هو كان سلبي. حتى لو هو كان سلبي. حاول تشجعه. حاول تقف جنبه. حاول على قد ما تقدر تدد له فرصة واتنين وتلاتة. لكن اكتر من كده ما تديش فرص. اكتر من كده ما تديش فرص. هدي فرصة. اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة ما فيش هي ده خلاص انت عملت اللي عليك. اهم حاجة تعمل اللي عليك. طالما عمل اللي عليك خلاص. البي على ربنا. اختبط تحذير برضو الشخص اللي موجه ليه وبتاك بتاحت مسلا توقيعك. وتحط الاسباب اللي انت بعيتها للشخص دي. انت بتحذره بخصوص ايه? انت بتحذر الشخص دي وخصوص ايه بالزبط? اه حتى لو هو. ربناس لحالة ولا العظيمة? ربناس لحالة حرفية. طيب. دايما حتى لما تجي تعمل شهادة حتى يقول لنا هعمل شهادة على افتشوب ومعرفش اعملها. لا اعملها على الورد بكل بساطة. هذا شكل الشهادة بسيط جدا جدا جدا. يعني مسلا كمثال. انا جيت مسلا انا هعمل حاجة بسيطة نعملها مع بعض بالشكل ده. اخلي مسلا اللي هو اتجاه الشهادة اخليه اه. وهعمل اطار للشهادة بتاعتي من ديزاين واقول له بيج بوردر واخطار الاطار اللي انا عايزه. مش عايز منها بتنزل تختار من تحن. احنا نصمم شهادة وسيطة مع بعض كده دلوقتي. طيب. عايز تغير لون الصفحة تغير ومش عايز براح تبك. احنا ممكن بابسط الوسائل نعمل شهادة بسيطة جدا. جدا ابسط مما نتخيل. عنا بعمل شهادة بسيطة. بتدي حط ابداعاتك كلها فيها. شو انت عاد سنصف ازاي? تخلي مسلا شفل. نعمش اعايز ده. اخليه خلينا نكتبه بالعرض. نجي مسا هنا لو عايزن نحطه مربع نص ممكن نضيفه كستبوكس. عايزن تكتبه اكتبه بس اكتبه. تشد. اكاديميت. ابتدي نصف وزبط زي ما انت عايشوف المناسب ليك وعمله. مسلا تشهد اكاديميت. لان المتدرب اكتب اسمه. خد حصل على من حت. التي تحتوي على اتجاه الكتابة بابت سارت وربعين سارت وربعين سارت ورائن سارت وليط اكتبه وليط وليط انا دوقت اهو بصمم شهادة بآآ تصميم بسيط مش لازم اعمل حاجة الواو اللي هي تبهر كل الناس بيا. بكتب زبط ونصدق زي ما انت عايز اهو. واو هي مش احسن حاجة. بس انا بقول لك ممكن تعمل بعقل الامكانيات اللي عندك. ممكن تعمل باقل امكانيات اللي عندك. وتيجي تحت تنضي مسلا باسم المدرب واسمه مدير الاكاديمية او رئيس الاكاديمية او هكذا. او زي الشهادة دي مسلا. تيح حالة بسيط. بس ممكن تعمل حالة زي يعني. دايما في غلب الشهادات بيتم كتابة ايه? بيتم كتابة اه اسم المتدرب. اسم الكورس اللي اخده. عدد الساعات. ده الاهم الترات حالات بتكتبه. في اي شهادة. وامضت المدرب من تحت وامضت ايه? المدير الاكاديمية او رئيس مجلس ادارة الاكاديمية. ده بالنسبة لموضوع الشهادات. في معلومة. ناخدها مع بعض كده برضو جديدا النهاردة. المعلومة دي بتكلم عن ايه بالزبط? الناس اللي بتعمل الكلمات مرور للقرص الصلاة. او عموما. يعني انا لو روحت تعالوا كده نروح مع بعض على كنترول بنل. واغير خليها مسلا. فيه حاجة اسمها البيت لوكر اهو. البيت لوكر. اول ما تدوس عليها فهتلاقيها ظهرت بالشكل ده اهو. ظهرت بالشكل ده. انا علشان هشغل البيت لوكر هانا هقول له ايه? بسوا كده معايا خاني ماشيين واحدة واحدة هدي ترنقون. طب ما ارضتش تعمل معايا ما هانا اعملها ازاي? ادخل عزيز بي سي. واحدد وفيه حاجة اسمها ومن البيت لوكر اختار تيرن اون بتلوكر. تيرن اون بتلوكر. وقل له يوز بسورد تو انلوك زا درايف. فانا هكتب هنا البسورد بتاعي وهنا هعمل او اعادة تأكيد للبسورد. فانا كده عملت بسورد للقطاع بتاعي. دخلت عزيز بي سي. دخلت عزيز. دخلت عزيز بي سي. وحددت اللي عايز اعمله آآ بسورد. وهروح على حاجة اسمها وهاقول له البيت لوكر. من البيت لوكر هختار حاجة اسمها تيرن اون بتلوكر. بعد كده هعلم علامة سيقول له انا عايز استخدم بسورد. واكتب هنا البسورد هنا اعمل اعادة تأكيد للبسورد بتاعي. طيب. انا جيت حطيت البسورد بالشكل دقيقة. حطيت البسورد بالشكل ده. طيب. انا ازاي اشيل كلمة المرور بتاعة الخرص الصلبة? الكلمة اللي انا حطيتها اشيلها ازاي? هو هنا بيقول لك تروح على حاجة اسمها الرن وتكتب فيها الكلام اللي كتبه داي. اهو. انا هروح على الرن. وهكتب الكلمة اللي كتبها. سي او ام. اهي. وبعد كده هقول له اوكي. فتح معي بالشكل دي وراح اسمها ده اللي هو متحكمة في تقسيم او قطاعات اللي عندك. اهو راح بالشكل دي على فهو انا بيقول لك عايز تعمل هتعمل تهيئة سريعة. تعمل تهيئة سريعة. طيب. بس قبل ما اعمل تهيئة سريعة يعني القرص اللي انا نسيت كلمة امور بتاعته بيقول لك اعمل له ايه? الغي اسمه دي البسورد عن طريق ايه? عن طريق ان انت هتهيئه. هتهيئ القرص ده ايه معنى كلمة اعمل تهيئة? يعني هعمل له فرمات. طيب انا هعمل فرمات ازاي وفيه بيانات من جوه. طب انا عايز اصحب البيانات اصحبها ازاي? ايه برنامج بنزله اسمه ايه? الوندر شير ريكوفر ات. بتنزل البرنامج داية. طيب. بعد ما بتنزل البرنامج بتعمل عملية فحص بقرص الصدق. قرص اللي عندك. وخد البيانات اللي انت عايزها. وخد البيانات اللي انت عايزها. ويعمل لها او استرداد. او استعاد بيانات القرص الصدق. فهو بيعمل لك استعادة كده اهو. بيعمل لك استعادة لايه? لكل البيانات الموجودة من جوه. خد البيانات. خد البيانات. وبعد كده اعمل ايه? اعمل آآ فرمات للقرص الصدق. دي الجزئية اللي من خلالها بعمل ايه? بعمل تقسيم او القطاع بتاعي. دي الجزئية اللي من خلالها بعمل تقسيم او القطاع بتاعي. يعني البرنامج اللي بعمل بيه استعادل اي ملفات موجودة عندي اسمه واندر شير ريكابر ات. واندر شير ريكابر ات. ده البرنامج اللي بعمل ليه استعادل اي ملفات موجودة عندي. ايا كان نوع الملفات دي اي. ايا كان نوع الملفات دي اي. طيب دي معلومة. تي معلومة تانية. انا اخدها مع بعض. الحزاب انا اخد حالي سريع كده مع بعض ازاي بعمل نسخة للجهاز بتاعي. طيب. بس افتح الملف. بداية كده قبل ما تعمل نسخة للجهاز بتاعك لازم تعرف الجهاز بتاعك اصداره ايه من الحياة دي بالزبط هل هو دل ولا لينوفو ولا 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 بالاول لازم تعرف الجهاز اللي بتاعك ما هو ايه بالزبط. وعلى حسب النوع دي. على حسب النوع اللي انت شايفه. طيب. دلوقتي نفترض انا معاي فلاشة فيها نصفة ومعاي استوانة فيها نسخة. فانا حطت الفلاشة او حطت الاستوانة وبعمل اعادة تشغيل. انت وبتعمل اعادة تشغيل هتدوس على زرارة من الازرر دي. على حسب نوع الجهاز بتاعك. ازا كان دل اختار او هدوس على اف اتناشر. ازا كان اتشي بي هدوس على اف تسعة. لو كان مسلا سامسونج هدوس على اف عشر. لونوفو اف اتناشر. طيب. انا عازة نزل طيب النسخة في الاول. يعني عازة نزلها. بنزلها من موقع مايكروسوفت. موقع مايكروسوفت اهو. ده رابط لموقع مايكروسوفت. طيب. اول ما بتدخل على مايكروسوفت هتقول له ايه? دونلود ويندوز عشرة. وبعد كده في حاجة اسمه الدولود تول ناو. هنمشي خطو خطو مع بعض اهو. انا بيقول لك انا دخلت على تحميل ويندوز عشرة من مايكروسوفت. ده هدي مايكروسوفت. الايزو. قال لي تنزيل ويندوز عشرة. هزهر بالشكل دي. يما هينزهر عربي يما انجليزي. فلو زهر اي سواء كان عربة او انجليزة هقول له تنزيل الاداء الان. او زي ما زهر عندي هنا. بعد كده عمل لها تحميل عادي. انتظر لحد ما تحمل. ده كله بتحمل. وبيسألك انا لو موافق على الشروط هقول له موافق. اقول له اكسبت. طيب. هنا بيسألك بيقول لك انت عايز تنزيلها على الجهاز عندك ولا عايز تعمل لها او تنشئها على اي او اس بي ولا استوانة. انا عايزة نزيلها على الجهاز. فبتختار الاختيار اللي انت عايزه. ازا كان استوانة او فلاشة او هتنزيلها على الجهاز. وبعد ما تختار الاختيار اللي انت عايزه تقول له ايه فانا بيسألك اللغة اللي عايز تنزل بها. هل النسخة عايز تنزيلها انجليزة والعربية? الاسدار بتاعها. طيب نوع النظام اربعة وستين ولا اتنين وتلاتين بتختار نوع النظام اللي انت عايزه. طيب. هنا بيقول لك عايزها كايزو ولا عايز تحطها على يوز بي. كايزو على الجهاز ولا كايوز بي. بتختار اختار اللي انت عايزه مسلا ايزو فايل. وقول له بعد كده نكست. اول ما بقول له ايزو فايل بعد كده اقول له نكست بيفتح لك الجهاز. تروح تختار المكان اللي هتحط فيه النسخة بتاعتك. اللي هتحطها على الجهاز. هحطها فين تختار المكان اللي انت عايزه. وبعد كده هيعمل لها ايه? دا ونزع عشر. فكده هينزلها لك على الجهاز. فكده هينزلها لك على الجهاز. طيب. لو عايز احملها بصغير ايزو مباشرة من غير معامل خطوات دي كلها. ده موقع ممكن تدخل عليه. ادي الموقع داية تدخل عليه. وتحمل ونزز عشرة. بالايزو بتاعتها هتقول له ده ولود او تحميل. برضو بتختار المكان. بتعمل لها عملية تنزيل او تحميل. طيب. فانا كده نزلتها. انا انا عايز بمجرد ما احط الفلاشة بتاعتي. يبقى الفلاشة دي احولها النسخة. يبقى هدافة الاساسي بس النسخة. اعمل فيها ايه? لازم هنزل برنامج اسمه رفياص. ار يو اف يو اس. لازم هنزل البرنامج دايما. حلو. واول ما هنزل البرنامج هبتدي بعد كده. بصوا كده ايه? قال لي هنا. هنا الجهاز بتاعك. هنا بقى المكانة اللي هتحط فيه الايزوهاية بتاعتك. هتحطها فين? بتحدد المكان. وبتحدد المكان او بتحدد المكان اللي هتحط فيه الايزوها. وبعد كده هتعمل ايه? هتختار يعني بعد ما تحدد المكان كل مهمة عندك هنا. انك تختار المكان اللي هتحط في الايزوهاية بتاعتك. بعد كده تقول له هيبدأ اعمل عملية هنتظر عليها شوي اهو. وراح حول الفلاش او الاستوانة. خلى لك احطال لك فيها النسخة بتاعتك. بتتحرق ازاي بلازم تنزل الار يو اف اس. الار يو اف يو اس. بعد كده بتحدد المكان اللي عايز تحفظ فيه الايزوهاية. تمام? بعد كده تقول له ستارت ويبتدي يحمل او يعمل لها عملية تحرق. ده لو عايز احرقها على يو اس بي. طب لو عايز احرقها على استوانة. بيقول لك يفضل استعمال استوانة دي بي دي. حجمها تمانية او اربعة على اقل. طيب. هنا بيقول لك دي حاجة اسمها البرن. البرن سي دي سي سي. تمشي برضو تتبع نفس الخطوات وبتحدد المكان اللي عايز تحفظ فيه. الشكل دي. بتعمل له عملية ستارت او نكست. ابتدي اعمل عملية تحميل على الاستوانة. الحرق مش نسخة. الحرق ان هو بمعنى ان بيخلي لك مسلا كمثال الفلاشة بتاعتك هي هدفها الاساس ايه? جزئها الاساس ايه? هي النسخة. بس. لكن ممكن اخزن فيها ملفات او ممكن نخزن فيها ملفات ده بالنسبة للفلاشة. لكن انا الفلاشة لو جيت حطتها على الجهاز وحبيت دست على زرار من الازرر اللي احنا قلنا عليها ازا كان دل اتناشر اا لينوفو اف تناشر اتشي بي اف تسعة سانسونج اف عشرة. فاول ما تدست على زرار من الزرار دي هيجي لك اللي هو ايه تثبيت النسخ. لكن لو انا مش عامل حرق لي النسخ على الفلاشة. مهما تعملي او مهما تدست على الازرر دية مش هيظهر معاك. بص يا هندسة الايزو يا هندسة القصد بيها هنا ملف التشغيل. ملف التشغيل اساسي اللي هو انا من عليه بقدر ان انا اعمل اطلاع او بعمل تسبيل لنسخة بتاعتك. كلمة ايزو القصد بيها ايه? ملف تشغيل. كلمة ايزو القصد بيها ملف تشغيل. زي مسلا فلاشة. فالفلاشة دي انا لما اقدر اخزم جواها ملفات زي ما انا عايز. فالايزو هاية من غير الايزو ما اقدرش اشغل او اثبت النسخة بتاعتي. يعني زي مسلا. بنلاحز ان اه الورد اخروا دي او سي اكس. فده امتداد. فمن غير الامتداد ما عرفش اشغل البرناج. نفس القصة بالنسبة ليه العايزو. طيب. نجي نبدأ دلوقتي مع بعض جيت انا عملت مسلا حطيت خلاص معي اسطوانة فيها نسخة او معي فلاشة فيها نسخة. وروحت دست مسلا انا جهاز دل دست على اف اتناشر. دست على اف اتناشر. فهيظهر معك اختيارات. فبيقول لك اللي انت حاطتها دي ايوز بي ولا ولا اه سي دي. فانت بتختار انت حاطت ايه والزبط? انا حاطت مسلا يوز بي. اهو بيسألك انا. انت حاطت اي واحدة من دول? حاطت يوز بي ولا حاطت سي دي. بتختار الاختيار اللي انت حاطه. بس اليوز بي بيكون مدي لك اسم الفلاشة اللي انت حاطتها. فبتختار الاختيار اهو. اللي انت شايفه بعد كده بندخل على اهم حاجة بعد كده اللي هي الاعدادات دي. هناخدها معا. طيب النسخ ان انا باخد نسخة احتياطية من ملف. النسخ ان انا اخد نسخة احتياطية من ملف. بس الحرق مش شرط ان انا اخد نسخة منه. الحرق بينقول لك الحاجة. بينقول لك الحاجة. من مكان لمكان. يعني بيخلي لك الهدف الرئيسي بتاع الفلاشة اللي هو الحرق. الهدف الرئيسي بتاع الفلاشة ان انا اسبت بها نسخة. ده الهدف الاساسي بتاعها. انا كده حولت الفلاشة لنسخة. لنسخة ويندوز. ده معنى كلمة حرق. انا انا يجب هدف الاساسي او الهدف الاساسي بتاع الفلاشة هي تثبيت النسخة. ده الهدف الاساسي بتاعها. هي وظيفتها كده. والوظيفة الاساسية بتاعتها. لكن ينفع خزن فيها ملفات او. بس تخزين الملفات تقبى وظيفة سنوية. اما الوظيفة الاساسية هي تثبيت النصف. فده معنى كلمة الحرب. طيب بيسألك هنا اه بعض الاسئلة او اول ما جي تعمل تثبيت للنصفة. اول حاجة بيقول لك اللغة اللي عايز تسبب بها. اللغة اللي عايز تسبب بها. انت بتختار هنا اللغة اللي عايز تسبب بها النسخة. اللغة اللي انت عايز تسبب باللغة الانجليزية. ستراح تختار انجليزي. طيب. تاني حاجة بيقول لك الوقت واللغة. يعني انا لو مصر اختار الوقت واللغة عربية. ليه يجب لك التوقيت والعملة بتوع مصر بتوع مصر بتوع الدولة العربية لكن لو انا برا مصر ممكن اخليها انجليزي عادي فالطايم عن دي كارنسي فرمات القصد بيها الوقت والعملة الخاصين بالبلد اللي انت فيها اللغة بتاعتها ايه? عربك. هتلاحظ تلقى ان لغة لحة المفاتيح بيجت اللغة الاساسية بتاعتها ايه? عربك. لكن لو عازة خلي ان الوقت والعملة بتعوتي اللغة الاساسية بتاعتها انجليزي اختار انجليز. بعد كده اقول له ايه? فاول حاجة هنا اللغة اللي عازة اثبت بها. ثم بعد كده الوقت والعملة الخاصين بالبلد اه اللي انا منها. ودي هنا هتلاقيها الواحد دي هتغيرت هنا لما تيجي تختار اي لغة تانية. وتقول له بعد كده او التالي. بتيجي هنا بعد كده تقول له ايه الخطوة اللي بعد كده هقول له يعني تثبيت الان سبتلي دلوقتي. خلاص انا عازة اثبت. فارح تدوس على وتنتظر لحظات تستنى شوية. بعد ما تستنى شوية جي هنا بيقول لك ايه? خطوة دي ساعات بتيجي وساعات ما بتجيش. فانت لو عندك مفتاح التنشيط اكتبه. لو مش عندك بتقول له يعني انا ما عنديش مفتاح تنشيط. انا ما عنديش مفتاح تنشيط. طيب. بتيجي هنا بعد كده بتختار النسخة بتاعتك. هل هي ولا بتختار النسخة بتاعتك اسمها ايه? اسمها وندوز تين برو. وندوز تين برو. هتلاحز ان فيه اغلب الاستغانات كتب لك الاستي دي كتب لك الدي جي اي. الاستي دي والدي جي اي. الاستي دي معنى ان النسخة اللي انا هنزلها مش معمول لها تنشيط. الاستي دي معنى النسخة اللي انا منزلها مش معمول لها تنشيط. لكن الدي جي اي معنى النسخة اللي انا هنزلها متنشطة. بس يفضل ان النسخة اللي تنزلها تكون ما تكونش متنشطة وبعد كده ترجع انت تعمل تنشيط لها من برنامج اسمه الكي ام اس. الكي ام اس بيعمل تنشيط لالافس وبيعمل تنشيط طيب. فبعد ما اخترت ان انا عايز انزل برو اقول له مشت. هقول له بعد كده ان انا موافع على الشروط بتاعة الخصوصية وبعد كده اقول له. لان هو بيسألك هل انت موافع على الشروط بتاعة النسخة ولا لا انا موافع عليه. طيب بعد كده بيسألك هل انت عايز تعمل تزبيت للنسخة? ولا عايز تعمل ايه? انا بسألك معناها تحديس. معناها تحديس للنسخة. ولا عايز تثبت النسخة بس. لأ انا عايز تثبت النسخة. وانت بتختار انت عايز ايه? معناها ان انا هعمل تحديس للنسخة اللي عندي. اما الانستول هسبت النسخة من اول وجديد. فانا هقول لأ عايز اعمل تثبيت للنسخة. او اخترت ان انا عايز اعمل تثبيت ليه النسخة. فتح معي حية بالشكل دي. اول حاجة بعملها لابد لابد. ولازم ان انا افرمط السي. لازم افرمط السي. في اي حاجة حطيتها على سطح المكتب. او حطيتها على السي هتروح. طب اعرف من فين ده السي فين السي فيهم? لو السيستم السيستم. ساعات السيستم بتلاحز ان السيستم دي ان الحجن بتاعه قليل جدا. فاكبر درايف في مساحة هو السي بتاعك. اكبر درايف في مساحة هو السي. فانت بتعمل فورمات ازاي? بتحدد درايف اللي عايز تعمل له فورمات. وبتختار من تحت كلمة اسمها ايه? فورمات او اعادة تحقيقة. طيب لو عايز تحزفه اصلا بتحدد درايف وتقول له دليت او حسف. طيب لو عايز تكرية واحد جديد. تختار حاج اسمها او جديد. او جديد. بقادي الخطوات انا حددت السيستم دي او. ده اللي هو السي اللي احنا قلنا بنفارمد السي. قلنا دليت حسف. وفورمات اه بيمساح لك كل اللي موجود من جوة. والنيو بيعمل لك ايه? بيعمل لك اه درايف جديد. بيعمل لك عادة تأسيم. انا بشرح لك كل حالة بتعمل ايه? بالشكل دي. طيب هو مسح كله راح بعد كده راح على نيو. تمام? اول ما دوس على نيو ظهر بالشكل دي. فبتدي بجأ اكاريت اه درايفات تانية. فاول ما دوس على نيو ظهرت كلمة اسمها الحجم بتاعك ظاهر بالميجا بايت. يعني انا لو عايزة اخلي درايف دي اه خمسمائة اه جيجا بايت. اخليها كم بالميجا? مم? الخمسمائة جيجا فيها كم ميجا بايت? خمسمائة الف? خمسمائة الف? يعني هضرب الرقم اللي عندي في الف? الظبط الف او او الف اربعة وعشرين. فانت حتى الحاجة اللي عايز تعملها بالجيجا بايت لازم تحولها لازم تعرف هي بتسوي كم بالميجا بايت. لازم تعرف هي بتسوي كم بالميجا بايت. وبعد ما بتختار الحجم اللي انت عايز اقول له ايه? او تطبيق. فكده هو او قطاع جديد. اغلب الناس ما بتحبش انها تكريت. فبتسيبها على وضعها زي ما هو اهو. وكل ده بعمل عملية تكريتها. طيب بعد ما بخلص يعني اول حاجة عمالها ان هو اللي هو السيستم. وبعد ما راح على تاني ووجف عليه واختار حيس ما اللي هو التالي. فاول ما ادوس على التالي. فهنا بيبتدي يعمل بقى ايه التزبيت اللي من نصفها. انتظر لحد ما يقبض كله صح باللون الاخضر. انتظر لحد ما يقبض كله صح باللون الاخضر. اهو بالشكل ده. بس. فكده خلص. ولو جات لك الرسالة دي تاني اختار نفس الاختيارات برضو. طيب. بعد كده بيسألك هنا. البلد او اللغة بتاعة لوحة المفاتيح. اللغة الاساسية. دي البلد اللغة الاساسية اللي هي اللغة الانجليزية. اللغة الاساسية بتاعة لوحة المفاتيح اللغة الاساسية. اللي هي اللغة الانجليزية. طب لو عايز تضيف لغة تانية. هتروح على الاختيار اللي بعده بعد ما تدوس على ايس. اختار اللي بعده بيقول لك حاجة اسمها ادلي اوت. ادلي اوت معناها لو انا عايز اضيف لغة تانية. لو عايز اضيف لغة تانية للوحة المفاتيح. طيب لو مش عايز اضيف دلوقتي اقول له سكيب او تخطي. سكيب او تخطي. طيب. لو انا متصل بالانترنت اعمل اتصال بالانترنت. ليه? لان انا لو متصل بيه هينشط النسخة الواحدة. لو انا متصل بالانترنت. هينشط النسخة الواحدة. لكن لو مش متصل هتطر ان انا انشط النسخة بعد كده. طيب. بيجي بعد كده بيسألك بيقول لك ان الجهاز اللي هتستخدمه دي هل هو هتستخدمه لمنظمة او لشركة يعني? ولا هتستخدمه استعمال شخصي? هقول له ان انا هستخدمه استخدام شخصي. set up for personal use. سواء كان اصلية هندسة او غير اصلية. دي كلها طرق. يعني دلوقتي انت بالنسبة الويندوز سبعة وتمانية وعشرة واحداشر بيتسبتوا بنفس الطريقة. بيتسبتوا بنفس الطريقة. هقول له ان انا مثلا عايز استعمال شخص. بعد كده اقول له يعني كل ما عليك بس ان انت بتختار الاختيارات اللي انت عايزها. تيجي هنا بيسألك بعد كده بيقول لك دخل ايميل مايكروسوفت. دخل ايميل مايكروسوفت. حد يقول له انا مش ايميل مايكروسوفت. مش لازم. دخل على جل جيميل. لو معك جيميل دخله. معك دخله. طيب ما عنديش. هقول له كريت اكاونت. طب انا مش عايز الخطو دي اصلا. انا مش عايز ادخل ايميل. ولا عايز انشي ايميل. من غير ما تكتب اي حاجة اقول له. من غير ما اكتب اي حاجة هقول له. هيدخلك على الخطوة اللي بعدها. بيسألك بيقول لك مين اللي هيستخدم الجهاز زي اللي هو اسم المستخدم. اسم المستخدم او. ده اسم المستخدم انج محمد رمضان. هنا بتكتب اسم المستخدم بتاع اسم المستخدم الجهاز. وبعد كده هتقول له ايه? هتقول له او التالي. هنا دي بعض الاعدادات اللي هي اللوكيشن والااا لوحة المفاتيح. قل له ان انا موافق على الاعدادات دي كلها. اقول له او موافق. بعد كده هروحي انتظر عليه لحظات. هيفتح معي جهاز الكمبيوتر او المفاتح معي جل من اه اقول له بدء الاستخدام. هيفتح معي بالشكل دي. طيب الايكونات فين? من الظهر اظهرها ازاي الايكونات بعد كده بنروح على حاجة اسمها او تخصيص. واروح على حاجة اسمها واقول له وبتعلم على من الصح على الايكونات اللي عايز تزيرها وتقول له بعد كده اوكي. طيب الايكونات ظهرت معاك على سطح المكتب. وقلنا بنشط ازاي بنزل حاجة اسمها الكي ام اس. الكي ام. ده بالنسبة لتثبيت النسخة بتاعتك. طيب. اه حد يقول لي مسلا لو انا عايز اعمل اه اه تعريفات بتنزل حاجة اسمها درايف بيك سليوشن. ده برنامج بيتنزله بيعمل لك تعريفات للنسخة بتاعتك. بس ميزة ويندوز عشرة ان هو لو انت متصل بالانترنت فهو بيعرف لوحده. بيعرف لوحده. اول ما تعمل اكتيبيت فهو بيعرف كل ده لوحده. طبعا نتجعني. اه بنزل مسلا. احنا قلنا ايه? درايفر بيك. اهو درايفر بيك سليوشن. ده اللي هو البرنامج اللي هو الخاص بالتحديثات اه. بتعمل له عن ستول ادي شكله. عن ستول ارقايرت رايبارس. لو مورديش ينزل معاك ما هي ادي كلها روابط من خلالها بتنزل التعريفات. بس زي ما قلنا ميزة ويندوز عشرة ان هو لو انت متصل بالانترنت فهو بيعمل تحديث وتعريفات لوحده. ده ميزة ويندوز عشرة. برضو. في كزا برنامج مش برنامج واحد. يعني ده واحد من البرامج اللي هو بيعمل عملية اه تعريفات. ده واحد من البرامج. طيب. انا لو عايز اعمل تنشيط بنزل حاسمها الكي ام اس. هوره لكم دلوقتي. دي في حاجة اداة اسمها الكي ام اس تولز. هي اداة الكي ام اس. اختار اول اختيار اللي هو الاي اي سي تي بورتبول. انا لو عايز عايز اعمل تنشيط للنسخة ادوس على كلمة ويندوز اكتيفيشن وسيبه مع نفسه. طيب عايز اعمل تنشيط لل اوفيس اكتيفيشن برضو بسيبه مع نفسه. لحد ما يجي لي من تحت كلمة اسمها ضن. وهتلاقى ان الشاشة زهرت باللون الاخضر الشاشة دي بيجيت باللون الاخضر كده انا عملت تنشيط. فانى هابقه اختار انا عايز اعمل تنشيط للايه? النسخة ويندوز اكتيفيشن. عايز اعمل تنشيط الاوفيس هقول له ايه? اوفيس اكتيفيشن. واسيبه مسلا لو عملت تنشيط للاوفيس بحد ما يظهر لي كلمة ضمن من تحت. معناها حسنا. فكده لاجه عمل التنشيط ليه الحاجة اللي انت عايزها. ده بالنسبة ليه موضوع التنشيط. ويه بالنسبة ليه موضوع النصف. حد عندي سؤال في الكلام اللي انا قلته لحد دلوقتي. مش مهندس محمد الشرق قول. تفضل هندسة. تفضل هندسة معكسا. بش مهندس محمد تفضل هندسة. بش مهندس السلام عليكم. عليكم السلام. بش مهندس اه مشكور جدا بش مهندس على المعلمات بتاهم ما دي بش مهندس. بس ازا في مجال بس في نهاية المخاضرة اتعد لنا بس الموضوع الفتح ده انا مرة. اللي هو البتاح درايب نفسه. لان كان عند الانترنت اه تصل وما لحاتش اه يعني بس منول مش مهندس منول ما تيجي تخش اه تيجي تخش على اللي هو تيجي تدي الويندوز للار. وبتحط الكومنت. بس عندسة. عندسة زعار. بتكتب الكلمة اللي انا كتبها دي. تمام? بتكتب الكلمة اللي انا كتبها هنا. بقى كده بتقول له على اوكي ان انت موفق. تجي فتح معاك حاجة بالشكل دي. اه بتروح على حاجة اسمها اللي هو تقسيم او القطاع اللي عندك. طيب. هنا القطاع اللي انت آآ قفلته. كليك مين ومفروض نعمل له عملية ايه تهيئة. يعني انا هشيل كل اللي فيه. اعمل له فورمات. تمام? ده لو قفلته. انت جاه زهرة معاك. بس قبل ما اعمل فورمات في خطوة لازم اعملها. ايه يا الخطوة دي يا? بنزل برنامج اسمه. اه يا عندسة. اسمه الووندر شير ريكوفر ات. ووندر شير ريكوفر ات. البرنامج ده اللي بينزله بيعمل لي ايه? بيعمل لي استعادة للملفات اللي انا اه حزفتها من غير مقصول. او بيعمل لي سحب لملفات موجودة داخل مسلا درايف مقفول. يعني انا لو عندي درايف داية مقفول. هروح اسحب الملفات اللي من جوه اخذ مني نسخة داخل البرنامج اللي هو اسمه. وبعد كده اعمل تهيئة المين? اعمل تهيئة للقطاع. كده انا قبل ما اعمل تهيئة انا كده اخدت نسخة من الملفات اللي جوه. اخدت نسخة من الملفات اللي من جوه. اخدتها عن طريق برنامج اسمه الووندر شير ريكوفر ات. وصلت يا اندسة? حتى نسؤال لحد الان في الكلام اللي انا قلته. حد عندي سؤال بخصوص محاضرة النهاردة. هو احنا كده انا اعتبر كده خلصت اه اللي كان نقفلو ديت الف محاضرة النهاردة. اه وكده نكون خلصنا مع بعض برضو ازاي اعمل الباك ابل الوندوز من جوه بس يكون فعال. ايش ازاي اعمل اه ما هو الوندوز انا عندسها لو صغط معاك او ما رضيش اشتغل بعد كده برضو بتعملوا التثبيت بنفس الطريق. بس لازم يكون معاك استوانة. معاك استوانة او فلاشة. تمام? اه موجودة فيها النصف. وبتمشي بنفس الخطوات اللي احنا شرحناها. طبعا. بس لازم يكون معاك فلاشة او استوانة. يعني فلاشة او استوانة تعمل بها المسجد. اه مش هندس مصطفى مرعي مش فهم سؤالك اه يا هندس. مش فهم برضو سؤالك. ممكن توضيح للسؤال عن دسة. اوكشن ريكبري موجود فين? اوكشن بتاع ريكبري موجود فين. فترة معي. عندها ستصد بقطة عن السامة حاليا. اه? بالفعل كده هندسة اه هو مش لملفات بس هو كمال للتطبيقات. اه داخل. اه فضل هندسة. داخل جوه في اه كنترول بانال في ريكاوري. تمام? الريكاوري ده بيسحب الباكب بتاع الونتوس بالبرامج بتاعته. تمام? انا لما باجي عمله وسيفه هو بيقعد فترة معينة خمساشر يوم. بعد كده لما باجي عمله باكب اه او رستور مش بيشتغل. لان انا بحتاج السوفتوير بالبرامج بتاعته بس. في نفس الوقت انا ببقيت اخر اوضيت انا عامله. اهو المشكلة يا هندسة ان هو زي ما انت بتقول بكل فترة معينة تمام? اه زاد ان انت لو عملت اوضيت لنسخة بتاعتك كنت عامل بتفقد كل اللي انت عملته. ده على حسب علمي. بتفقد كل اللي انت كنت عامله قبل كده. لكن معلومة اكتر من كده للاسف ما عنديش معلومة اكتر من كده اوضيت. تمام ميش اشكرك جدا لاندسة. اللي عفوة حبيبية تحت انا. اه بصوا احنا كده اعتبر خلصنا اللي كنا محتاجين نقوله. اه في اي حد عنده سوال تاني بخصوص اللي احنا اخدناه من اول يوم لحد النهاردة. المفروض اللي عمل على. اه. طيب. آآ يعني ممكن مسلا هو النهاردة كان اخر يوم. آآ بس ياريت النهاردة الناس اللي تسجل آآ في كشف الحضور. ياريت تكتبوا الاسئلة اللي محتاجينها. حتى لو كده نعمل محاضرة زيادة يوم الجمعة الجاية. هو كده كده القرص خلص النهاردة. يعني النهاردة كان اخر يوم. بس لو آآ عندكم اسئلة. ياريت النهاردة تكتب كل الاسئلة اللي انتم محتاجينها. كل الاسئلة. ايا كان الاسئلة ايه? في المحتوى اللي احنا اخدناها. سواء كان آآ بجاتة من الكمبيوتر لحد آآ اخر يوم احنا اخدناه النهاردة. فالناس تكتبوا الاسئلة كلها وان شاء الله بازن الله لو كده يعني لو لجيت في اسئلة كتيرة. او لجيت حتى في اسئلة ولو بسيطة. هندي محاضرة الجمعة الجاية ولو ساعة. او مص ساعة كده. نشرح فيها كل الاسئلة اللي الناس سألتها. ده لو لو محدش فاكل اسئلة دلوقتي وممكن نكتبها في الفورم او الاستمر لها سجل في الحضور. آآ اتمنى ان انا يعني آآ اكون ان انا الفترة اللي الفاتت كنت آآ ضيف خفيف عليكم آآ اتمنى ان نكون اعرفنا وقدرنا ان احنا وصل لكم ولو جزء بسيط من اللي احنا قدرنا نتعلمه. آآ ان شاء الله بازن الله. آآ تابعوا آآ على في فيديوهات مسجلة وسيارة هتنزل. آآ هحاول سجل لكم برضو آآ اسئلة الاختبارات الدولية هسجلها وانزلها لكم. آآ بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. واتمنى يعني اتمنى من الله عز وجل يعني الناس تفضل فاكلنا دايما بالخير يعني. آآ بالتوفيق لكم. وزي ما قلت لكم اللي عنده اي سؤال يكتبوا المهاردة كده بازن الله. ولو كده ممكن نعمل محاضرة الجمعة اللي جاي بازن الله. واتمنى من الله عز وجل انا ما كنتش اوصرت مع حد فيكم في اي حاجة. بالتوفيق لكم واتمنى لكم آآ التوفيق في كل الفتر اللي جاي بازن الله.